الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا فصل مختصر من عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه ورحمه وأبين فيه وأنبه على بعض المواضع التي خالف فيها طريقة المتكلمين وظهر فيها اتباع هذا الإمام الجليل لطريقة السلف وابن أبي زيد رضي الله عنه غني عن التعريف فهو الإمام الكبير الذي كان يلقب بمالك الصغير وهو من أعيان أئمة القرن الرابع ولد سنة 310 وتوفي سنة 386 للهجرة فهو من كبار علماء وأئمة القرن الرابع وهو إمام المالكية في زمانه على الإطلاق عده بعض أهل العلم أنه إمام أهل السنة في زمانه والإمام ابن أبي زيد جاء عنه عقيدتان في مقدمات لكتابه أو لكتبه مقدمة لكتابه الرسالة وهذا الذي نذكر منه هذا الموضع في هذا المقطع وعقيدة أخرى ذكرها أيضا في كتابه الجامع السنن فربما أيضا نعلق عليها في مستقبل الأيام وعقيدة الإمام ابن أبي زيد رضي الله عنه عقيدة نفيسة وجليلة وصارت الآن مشهورة وتدرس كعقيدة الإمام الطحاوي فإنه جرى فيها على اعتقاد السلف وطريقة السلف وظهر فيها جليا مخالفة طريقة المتكلمين وأنه خالف أهل الكلام فيما ذهبوا إليه من اعتقاد وأردت في هذا المقطع أن أنبه على مواضع ظاهرة الوضوح لهذا الإمام الجليل يبين فيها بوضوح وجلاء أنه مخالف لعقيدة المتكلمين وطريقة المتكلمين في الاعتقاد ولذلك اقتصرت على هذا الموضع ولن أقرأ جميع المقدمة العقدية للإمام وربما يرجع إليها من أرد بدأ الإمام رحمه الله تعالى بمقدمة حمد الله فيها وأثنى عليه ونحو ذلك وذكر أنه صنف هذه الرسالة تلبية لطلب طلب منه في تصنيفها لتكون نبراسا لتعليم الأولاد والطلاب ونحو ذلك ثم قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات انتبه هو الإمام في هذا ماذا يريد؟ يريد أن يذكر العقائد الإسلامية الكبرى التي يجب على كل مسلم ينتمي لهذا الدين أن يعتقدها في قلبه وأن يعقد قلبه عليها فقال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة يعني القلوب من واجب أمور الديانات كأنه يريد أن يقول لك خذ هذه أصول الديانات أصول العقائد فانظر ماذا ذكر قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غير فابتدأ أنه مما يجب على المسلم أن يعتقد ويصدق بقلبه أن الله واحد لا شريك له فيحصل عنده التصديق القلبي ويتبع ذلك نطق اللسان بأن يشهد أنه لا إله إلا الله ويتضمن ذلك أيضا شهادة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له وهذا مما يجمع عليه كل مسلم ومما نطق به الوحي ونطقت به آيات القرآن ثم قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء بمعنى أن وجود الله سبحانه وتعالى وجود أبدي أزلي فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك أول أو ابتداء لأولية الله وليس هناك آخر لآخرية الله سبحانه وتعالى فهو موجود بالوجوب الذاتي على الدوام سبحانه وتعالى ثم قال وهذا الموضع الأول الذي أنبه عليه قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون انتبه هنا الإمام يقول لك أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات حقيقية وهذه الصفات الحقيقية لها كنه لها كنه لها حقيقة لها ذات لها كيفية ولكن هذا الكنه هذه الحقيقة لا يستطيع الواصفون أن يحيطوا بها أو أن يصفوها فهو لم ينفي الكنه وإنما نفى معرفة المخلوقين بذلك الكنه وهذا أول موضع يفارق به الإمام ابن أبي زيد رضي الله عنه طريقة المتكلمين فإنهم ينفون عن صفات الله الكنه أصلا وهم يقولون لا كيف بمعنى نفي الكيف وليس بمعنى نفي معرفة الكيف هو يقول ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لها كنه لكن الواصفون لا يبلغون ذلك الكنه قال ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته الله سبحانه وتعالى كما قال ولا يحيطون به علم نحن لا نحيط بالله علم ولا نحيط بصفات الله علم ولكن نتفكر في آيات الله سواء كانت الآيات المنطوقة الوحي أو الآيات المنظورة المشاهدة في المخلوقات فنتعرف على الله سبحانه وتعالى من آياته المنطوقة من كتابه وهو أول مصدر لدينا في معرفة الله فإنه هو الذي يتكلم عن نفسه ثم أيضا ننظر في مخلوقات الله ونتدبر فيها قال ولا يتفكرون في مائية ذاته بمعنى ما هي ذاته والما هي هي المعبر عن الحقيقة فمن أصول أهل السنة أيضا وهذا هو الموضع الثاني الذي أنبه عليه أن من أصول أهل السنة أنهم لا يتفكرون في ذات الله وحقيقة الله وما هي الله بخلاف طريقة المتكلمين الذين ما ظلوا أصلا إلا بالبحث أو إلا بالبحث والتنقير حول ما هي الله ما هي صفات الله وهل هي منفصلة أو متصلة هل هي غيره هل هي نفسه هل هي زائدة على الذات هل هي كذا كل هذه الأبحاث الكثيرة في صفات الله وتعلقات الصفات ونحو ذلك هذه هي طريقة المتكلمين التي ابتدعوها وأما طريقة أهل السنة أصلا أنهم لا يتفكرون في ما هي ذات الله ولا يبحثون فيها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حظهما وهو العلي العظيم وهذا المذكور في آية الكرسي ثم قال رحمه الله العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير فانظر كيف أن هذا الإمام جمع بين هذه الأسماء المتضمنة لتلك الصفات نسقا واحدا ولم يفرق بينها هذا هو الموضع الثالث فإن طريقة المتكلمين أنهم إذا أرادوا تعداد صفات الله قالوا السميع البصير الحي العليم القدير فخاصة يختصون الصفات التي يثبتونها بالذكر لكن ننظر إلى هذا الإمام كيف أنه جمع بين هذه الأسماء المتضمنة لتلك الصفات وعدها نسقا واحدا فقال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير فجعل من ذلك اسم العلي وصفة العلو واسم الكبير وصفة الكبر والكبير ثم يقرر هذا المعنى حتى لا يأتي مدعي عليه فيحرف كلامه قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته فوصف عرش الله بأنه مجيد وذلك تبعا للآية على قراءة الخفض في المجيد ذو العرش المجيد وفيها أيضا قراءة الرفع فوصف العرش بأنه مجيد وأن الله فوقه بذاته طبعا كلمة بذاته هنا للإمام ابن أبي زيد مما من المواضع التي جننت المتكلمين والمخالفين ويعني حاولوا تحريفها وتوجيهها ويعني ادعاءات كثيرة حول هذه اللفظة للإمام وتقريرات وتجد صفحات كثيرة تسود من أجل أن يوجه هذا اللفظ هذا الإمام أو يحاول أن يحرفوه عن موضعه أو يحاول أن يذهب به مذهبا غير المقصود من كلام هذا الإمام الواضح الجلي يعني هو يقول لك كلاما واضحا جليا الله فوق عرشه بذاته وأنت أيضا تتمادى وتريد أن تحرف هذا النص الواضح الجلي وتذهب به بعيدا يعني أنت استطعت أن تحرف الكثير من الآيات ومن النصوص ومن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصوص القرآن ومن نصوص العلماء وحتى مذاهب العلماء كذلك تريد أن تحرف هذه الألفاظ الواضحة البينة التي لا تحتمل أكثر من احتمال قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته ما عليك إلا أن تذهب إلى شروح الرسالة وتنظر خاصة الشروح المتأخرة للرسالة وتنظر كيف أنهم يحاولون التلاعب بعقيدة الإمام ابن أبي زيد وكيف أنهم حاولوا تحريف هذا اللفظ والذهاب به بعيدا وكيف أنه أغضبهم كل هذا الغضب ولم يرتضوا به قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه اسمعوا يا مالكية اسمعوا يا من تتبعون مذهب الإمام العظيم الكبير الإمام مالك هو يقول لكم هذا الإمام مالك الصغير ينقل لكم مذهب وعقيدة مالك كما هي الإمام مالك ثبت عنه أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان هذا اللفظ من الإمام مالك هو بتمامه هو الذي ذكره الإمام ابن أبي زيد هنا عندما قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه يطابق نفسه هذا نفس كلام الإمام مالك لكن الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان الله علم على الذات عندما يقول الله في السماء هو يقصد ذات الله سبحانه وتعالى وإلا فما معنى أن يقول لك الله في السماء وهو لا يقصد الذات يقصد ماذا؟ فإذا لم يقصد الذات خلاص الله هنا وهناك وفي السماء وفي الأرض وفي كل مكان ما معنى تخصيص السماء إذا لم يكن يقصد الذات عندما يقول الإمام مالك الله في السماء الله علم على الذات فتدخل الذات في هذا اللفظ دخولا أوليا هذا الذي يقرره الإمام ابن أبي زيد هنا بتمامه لكنه لما عاصر المحرفين نص بلفظ واضح جلي حتى لا يأتوا يحرفون أيضا ومع ذلك أتوا وحرفوا قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه ثم ذهب يوضح لك هذا فقال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فهذا معنى أن الله في كل مكان بعلمه وهو في كل مكان بعلمه كما قال أئمة السلف الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم الله بذاته فوق عرشه وهو في كل مكان بعلمه هذا معنى فهو أقرب إليك من حبل الوريد بعلمه وهو سبحانه وتعالى قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا أخي انظر كيف دائما اعتقاد السلف واعتقاد أئمة السلف انظر دائما هي مدعمة بالآيات وبالنصوص تجدها كأنها نسق واحد مع الوحي ومع القرآن ومع السنة بخلاف طريقة المتكلمين التي نادرا ما تجد فيها آية أو نص ولا يذكره للاستدلال ربما يذكرها كذا يعني للاستشهاد للتدعيم لبيان شيء للتمثيل كمثال ونحو ذلك لكن انظر إلى عقائد السلف تجدها كلها نصوص كلها أدلة قال رحمه الله على العرش استوى يزيد في التقرير لهذا المعنى وهذا البيان على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوق على من يرد يا إخوة على من يرد بهذا الكلام يرد على المتكلمين لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقه وأسمائه محدثة ثم قال وهذا هو الموضع الرابع قال كلم موسى بكلامه كلم موسى سبحانه وتعالى قام الكلام بالله تعالى الله بذاته تكلم لم يخلق الكلام في غيره كما ابتدع ذلك المبتدعون كلم موسى بكلامه بكلام هو صفته تعالى كلم موسى بكلامه قال الإمام الذي هو صفة ذاته أي وضوح أكثر من هذا أن هذا الإمام الجليل يخالف طريقة المبتدع وطريقة المتكلمين ويسير على طريقة أهل السنة طريقة المحدثين طريقة أهل الحديث طريقة أهل السنة والجماعة قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه فانظر يا أخي أين عقيدة ابن أبي زيد الإمام الكبير وأين عقيدة المتكلمين وانظروا يا مالكية يا من تتبعون مذهب مالك في الفروع هل لاتبعتم مذهب مالك في الأصول هل لاتبعتم مذهب مالك في الاعتقاد قال وتجلى للجبل فأراد أيضا أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى لكنه لا يرى في الدنيا وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله ثم قال وهذا الموضع السادس موضع الخامس هو تجلي سبحانه وتعالى تجليه للجبل فهذا يخالف مذهب المعتذلة وأيضا مذهب الذين اتبعوهم من متأخر الأشعرة وتجلى للجبل لأنهم المتأخرون ذهبوا إلى مذهب المعتذلة أيضا وقالوا أن الله يرى لا في جهة أرادوا أن يتوسطوا يعني يمسكوا العاصر من المنتصف المعتذلة قالوا الله لا يرى هؤلاء قالوا يرى لا في جهة وبعضهم قال يرى بمعنى انكشاف علمي لكنه لا يرى بالأبصار هو يقول لك الجبل هو تجلى للجبل الجبل رآه فاندك الجبل لرؤية الله تعالى ثم قال وهذا الموضع السادس قال وأن القرآن كلام الله القرآن يا إخوة لم يكن كلام السلف في معنى نفسي ابتدعه الأشعرة ولا في أمر آخر خلافهم كان في القرآن المنزل ما اختلف أحد في كلام نفسي ولا اختلف في أمر يعني من الافتراضات الذهنية هم اختلفوا مع المبتدع في مسألة ماذا؟ في مسألة القرآن المنزل هذا هو محل الخلاف هو يقول لك أن القرآن أي قرآن؟ القرآن المنزل ليس القرآن الذي هو كلام الله النفسي أن القرآن كلام الله ربما يقول الإمام ابن أبي زيد يقول هذا الكلام وما ابتدع الأشعرية أصلا بدعة الكلام النفسي بعد فالإمام ابن أبي زيد هو عاصر الأشعرية أصلا فربما والأشعرية نعلم أنه ظل على الاعتزال 40 عاما وعقيدته المدأخرة هذه في آخر حياته فربما أصلا لم يبتدع الكلام النفسي والإمام ابن أبي زيد يقول هذا الكلام فيتكلم عن ماذا؟ هل يتكلم عن الكلام النفسي؟ يتكلم عن القرآن المنزل قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل انظر الآن سيرد على مذهب القدرية وعلى مذهب الجبرية الذين اتبعهم الأشعر المتأخرون وهذا الموضع السابع انظر كيف أنه سيثبت القدر وسيثبت أفعال العباد وأن العباد يفعلون حقيقة لا بحسب بدعة الكسب التي ابتدعها الأشعر قال قال فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني جميع عقائدهم آيات ونصوص قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فأثبت ماذا القدر فرد على القدرية ثم قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له فرد على القدرية ورد على الجبرية فلا قدر ولا جبر قال رحمه الله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم وبهذا أكتفي بهذا الموضع الذي اتضح فيه واستبان لكل ذي عينين أن الإمامة بن أبي زيد رضي الله تعالى عنه ورحمه مخالف لطريقة المتكلمين وأنه يسير على طريقة السلف الأولين رضي الله عنه ورحمه والله أعلم ترجمة نانسي قنقر